السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب قلبي طلاب 3 سنة ومعاكم السرحمة العاطف إن شاء الله يا ستزة في المحاضرة دي هناخد مع بعض الكورس التأسيسي في مادة الفيزياء لكل حبيبنا طلاب 3 سنوي إذن معايا في كل حاجة أقولها في المحاضرة دي اللي هيكون تأسيس لك ودايما كل الحاجات اللي أقولها معاك النهاردة هتكون مهمة معاك لآخر السنة إن شاء الله ودايما هتستخدمها في كل درس فكوباية قهوة جميلة بتاعتك وقلمك وكشكولك ويلا بينا نبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علي أفضل وسلام المعاوذاتين يا بطل كده وقاية الكورسي ويلا بينا نبدأ إن شاء الله يا ستزة مع بعض في الكورسي التأسيسي بتاعنا هنتكلم عن أربع حاجات مهمة جدا الحاجة الأولى يا ستزة هنتكلم مع بعض عن المعادلة الرياضية ثاني حاجة محترمة هنتكلم عن العلاقات البيانية ثالث حاجة محترمة نتكلم عن التحويلات ورابع حاجة محترمة نتكلم عن الآلة الحسبة وإزاي نقدر نستخدم مع بعض الآلة الحسبة اللي هي تبقى السلاح السر ليك في ثالثة سنوية وبعد كده يا ستزة نبدأ باسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بمعادلة الرياضية المعادلة الرياضية بطل بكل بساطة اللي هو القانون بتاعك اللي بيجي لك أنت القوانين بتاعتك بيجي لك فيه شكلين بالضبط القوانين اللي عندك او المعادلات الرياضية بيجي لك بشكل ايه في شكل يا محترم بيكون ضرب واسمه وفي شكل تاني بيكون ضرب واسمه وفي جمع وطاح فاتعالك انا نتكلم مع بعض على الجزء الاولاني الجزء الاولاني يا محترم انا احنا منتكلم معادلة بالشكل ده مثلا اكس بتساوي الواي على الزد انا ايه اللي محتاج اعرفه ازاي اول حاجة قدر اكون مسلس عشان قدر اجيب اي كمية فيزيئية من الكميات الى قدام ايديات فعشان تعرف تعمل اول حاجة المسلس بتاعك لازم اروح عن المسلس بالشكل ده انت عندك هنا كام اه كمية فيزيئية عندك تلات كميات فيزيئية فتروح تقسمي المسلس بتاعك ده تلات اجزاء بص يا محترم انت لو تكلم على قبل الاساوي لازم تخليه مع المقام تحت يبا انت عندك نحت انا مسلا بصوا مقام لازم تخلي الاتين دول مع بعض ازاي يعني تخلي مسلا اكس هنا كده مع الزد والواي تبقى فوق ليه لا دايما يقولك لو انا عايز الاكس اخبي الاكس اللي جنب اللي بتخبيه دايما اسمها فبص انا عايز الاكس فالاكس الوحدة هاي بتساوي ايه الاكس دي بتساوي اه بص جنب اللي بتخبيه اسمها الزد تحت والواي بقت فوق فبقت اهو دي تحت ودي فوق واي على الزد لو انا عايز الزد لو انت عايز الزد فالزد بتساوي ايه اخب الزد اللي جنبها اسمه جنبها مين اكس اروح امي كده حط ال x تحت والباقي كله يكون فوق مين ال y فوق الشكل ده دي معادلات الضرب والاسمة طبعا يا مستر احمد لو عندي معادلة فيه اكتر من متغير زي مين مثلا ههديك مثلا مثلا قانون عندك في المنهج زي القانون ده مثلا ال r بتساوي ru e الا على ايه او ده القانون فيه اربع متغيرات او اربع كميات فيزيئية انا عايز اعملون مثلس اعملون مثلس ازاي بكل بساطة يا بطل اجي كده هنا فوق اروح اعمل لها مثلس ازاي او اعمل المثلس الجميل بتاعك او بالشكل ده كده انا عايز هنا يكون في كرة الطرف اربعة فاروح اعمل المثلس بتاعي بالشكل ده كده هدي اربعة هو لازم بقى اوزع كميات الفيزيئية دي ازاي دايما القابل اللي يساوي مع المقام اللي هنا حتى لو فيه اتنين هنا يبقى لازم فيه تلت خانات تحت واكذا فانت عندك فيه اتنين يبقى هنا فيه اتنين اخلي ال r هنا والاسمة تبقى جمعها بالشكل ده طيب انا يا مسترحمة اشتغل ازاي جنب اللي بتخبي اسمها يعني يعني انا عايز ال a فال a بتساوي مين جنب ال a ال r تب ال r تحت والباقي يبقى فوق رو ا خلي بقى لك انك تعرف تعمل المثلس دي حاجة مهمة جدا عشان فيه اسئلة ساعات بيطلب منك طرف معين تجيبه عن طريق رموز مش بيديك ارقام اصلا فاللعبة كلها بتفزا ايه شغل الطرفين في وسطين ولكن انك تعمل المثلس بيكون افضل ليك واسهل ليك طيب ايه تاني يا مسترحمة بص يا محترم لو انت عندك مسلا قانون بالشكل ده زي مسلا اللي هتدولك ده دلوقتي الله ما صلى على سيننا محمد ال l بتساوي مثلا ميو اني تربيع بال a على l اهو ده كده قانون كبير عندك المنهج اه عندك المنهج بس مش ايه منهج ده عبيح احنا بنتعلم معي قانون ازاي يعمل له المثلس بتاعه خلي بالك وتلك المثلسات بيكون مهمة جدا وانا هنا في المحاضرة دي انا هشرح لك اللي انت هتحتاجه مش اهضل لك انا بعمل لك كورسي تأسيسي فقط هشرح لك حاجات قد كده انت مش هتصفاد منها بقى اي حاجة واسم يبقى أسيسك او بجاب لك عيات مسيل اللي فاتت على الفاضي لا انا اعرف ان الكورسي التأسي ده انا مش بشرح لك فيه غير الحاجات اللي هتحتاجها بس مش هزايد في حاجات ملاش اي ستين لازمة ولغبطك وتوهك واكبر لك المحاضرة كورسي تأسيس ثلاث ساعات طب على ايه انا هشرح لك الحاجات اللي انت محتاجها بس في ثلاثة سنوية بس كده فدي من الحاجات المهمة اللي انت هتحتاجها في ثلاثة سنوية ان شاء الله تيجي تعملي كده المثلس بتاعك اهو ثانية واحدة مستر رحمد اللي اتنين دول اهو ده قبل العلامة اليساوي وده اسمه لازم دول يكونوا جنب بعض فحطوهم فين طب دول مع بعضيهم لازم يكونوا مع بعض قدامل الفضل يكونوا مع بعض هتقرميهم ازاي اهو هقسمديك هكي 3 خانات وخليهم ايه مع بعض ايب جوجد كده الم يو اللي هو رمز الم يو وده ال NO تربيع وقادي ling اهم حاجة ان القبل اللي يساوي لو فوق يبقى مع اللي تحت بعد بعد اللي يساوي اللي هو في المقام يعني جميل ايه انت وقا عايز مين فيهم انا عايز مثلا�ثي لانتربيع عنييه تربيعة لوحة ديها اجيبها ازاي تعال ننشوف ايه دي الان تربيعة هتساوي ايه يا بطل اهو اللي جنبها لازم يكون اسما خب اللي تربيعة ايه والميو يبقو لازم يفتاح لازم يكون اسما اه دي esi اهو من الشاكري ده الال تسkgدة الال طب لو انا جنبها اهي اللي دي بتساوي من اللي جنبها اللي دي الاله تبقى تعال تتاعت والباقي يبقى فوق ميو ان تربيع في الايه بالشكل ده ده كده محترم كيفية عمل مسلس لعلاقة او معدلة رياضية او قانون رياضي دي اول حاجة دي اول حاجة انا محتاج استعلمها طيب ايه تاني حاجة يا مستر احمد التناسبات الترضية والعكسية اللي كده عندنا بي على يا بصوت والسلام ركز كده معاي لو انت عندك قانون بالشكل ده ادي القانون بتاع ده بيساوي اكس بيساوي y عزت ازاي اعرف الطرد والعكسي دي حاجة مهمة جدا جدا لانه دي الشيء اساسي معك في التسانوي الكس مع الواي صالة كده انه البصت مع البصت بيكون طردي دايما امتى لما يكون فيما بينهم عالمة يساوي طبعا انت عادت ان ده بصت وده اسمه ايه مقام وده هنا بصت والمقام هنا بواحد فبصت ومقام بصت مع بصت طرد أدام ما بينهم عالمة ليساوي والبصت مع المطام بيكون تناسب عكسي أدام ما بينهم يساوي وده كده عكسي حلو طيب وإيه تاني يا مسترون أحمد عندك ساعتك البسط مع المقام لو اللي اتنين مع بعض بعد اللي يساوي بدا تناسب ايه طردي طيب يعني ايه تناسب طردي يعني الاكس لو زادت ده تزيد طيب يعني ايه تناسب عكسي يعني الاكس لو زادت الزد تقل طيب لو الزد الزادت الاكس تقل طيب لو الزد قلت الاكس تزيد تناسب عكسي يعني عكس بعض طردي يعني ماشي مع بعض ده شكل طيب الشكل الثاني لو قلت كده مثلا الزد او الواي بتساوي اكس في زد اهو ده كده شكل الثاني القوانين ليه الضرب فين الطردي مع بعض يا مستر رحمد وفين العكسي صلى على النبي الاكس مع الواي طردي ليه بسط مع بسط وما بينهم يساوي اهي طيب والواي مع الزد برضو طردي ليه يا مستر رحمد ما ليسه ايه لك بسط مع بسط وما بينهم يساوي طيب الاكس مع الزد اللي اتنين دول مع بعض ضربة مش اسمة يبقوا تناسب عكسي ليه عشان اللي اتنين مع بعض بعد اللي يساوي يبقى لهم مع بعض اسمة يبقى طردي لو مع بعض ضرب يبقى عكسي قدام بعد اللي ساوي اللي قبل اللي يساوي لو بسط مع بسط طردي بسط مع مقام عكسي وكذا يبقى الطردي اللي اتنين بيسادوا مع بعض العكس لواحد زاد الثاني بيحصل له ايه بيقلة ده اول شكل عندك اللي هو بيكون ضرب واسمه طب يا مستر احمد لو فيه جمع وطرح صلي بقى ليش فعفيك يا وركز معي ده نيجي للشكل الثاني يبقى انت هنا اللعبة بتاعتك هنا عبارة عن ضرب واسمه ضرب و ايه واسمه دي كده الشكل ايه الشكل الاول الشكل الثاني بقى لو عندك ضرب واسمه وجمع وطرح يعني فيه كل حاجة موجودة ضرب واسمه وعندك ايه تاني جمع وطرح فيه قانون بيكون من الشكل الكبير ده اه صلي عندك بك يا وركز معي بص يا محترم لو انت عندك قانون زي ده كده مثلا اهو الفي بتساوي دي بي ناقص اي في ار اهو القانون ده بيكونه بص فيه هنا ضربه الشكل ده وفي طرح فلما اجا قولك ده التناسب بقى التناسب ازاي صلي عليش فعفيك المعلم ده معده ده معده طردي ليه مسترحمة قدامه موجب بص اللعبة هنا بقت اختلف ده قدامه موجب وهنا ده قدامه سالب فده ادام بعده ليساوي ادام فيه عمليه الطرح او في جمع ايان كان لو موجب يبقى طردي طب لو سالب يبقى عكسي يعني ايه يعني انت كده يا باش مهندس ده مع دول كلهم هم من اتنين تناسب عكسي وصلت الفكرة وصلت يا باش مهندس يبقى انت ده معده طردي وده معده عكسي وصلت الكلام ولا ما وصلش وصل بإذن الله تعالى ده بالنسبة لو في جامعة وإيه في جامعة وطرح يبقى انت يا محترم لو في جامعة وطرح عندك اعرف لو العلاقة القابلة اللي يساوي اللي قابل اللي يساوي مع بعض اللي يساوي لو في عندك إشارة موجب يبقى طردي بزيب معا لو ده زاد ده يزيد طب لو ده قل ده قل ده يقل معا عشان طردي طب اجل ده ده مسالي بقى عكسي يبقى ده لو زاد ده يقل وده لو قل ده يزيد جميع ناوي طب حلو يا مستر رحمة لازم بقى في كلمة طردي أو عكسي لازم في كلمة تتقال ايه الكلمة دي بقى ثبوت لازم واحد يثبت مفعش اقول اتنين طردي والتاني افضل ان بتفرج عليه لا لازم قول ده ثابت ولا مسثابت بمعنى صلى على النبي لو احنا جينا هنا في العاقة الجامعة الطرحة دي انا بقول لك ال V مع ال V ده قدامها موجب يبقى ده تناسب طردي عند ثبوت ال I R اللي هو ثبوتي طرف التالث لازم واحد يثبت يعني يثبت داركم وما يتغيرش يعني ده لا يزيد ده يزيد بس داركم وما يتغيرش طب لو قلت لك ال V مع ال I R كلها على بعض يعني انا بتكلم من دي كده كلها مع بعضيها مش يا شباب دي حكينا حاجة واحدة دي مع ال اتنين دول كده مع بعض تناسب عكسي عند ثبوت ده يبقى لو انا اقول لك ده مع ده عكسي يبقى لازم اقول لك ده ثابت ولو قلت لك ال V مع ال V ده طردي يبقى لازم اقول لك ثابت ده يازم يثبت طب تعالي هنا كده انا بقول لك هنا ده مع ده ايه الزد مع ال Y طردي صح عند ثبوت ال X يبقى ده مع ده طردي عند ثبوت ال X طب الزد مع ال X عكسي عند ثبوت ال Y طب ال Y مع ال X طردي عند ثبوت الزد لازم واحد يثبت هتقول لي ليه dal medidas لازم واحد يثبت أقولك لان لو كله學 في نفس الوقت يبقى اللعبة كده بلازت ازاي? تعال نطبق عشان نفهم. اهم حاجة عندنا الفهم. بص يا بش مهندسة. انا اطلق دقيقة الاكس بتساوي الواي عالزد صح? اه. ده معده طردي. وده معده عكسي. وده معده طردي. بص هيحللك سؤال بس مش هسبت حد. وتشوف هو غلط ليه? يعني اصلا كده اجي لازم اثبت. بس انا هعمل لك حاجة مغير ثبوت. وهتطلق معك غلط. بص بقى ايه? اه ليه لازم اثبت دايما? انا بقول لك ده دي. الواي زادت للضعف. بمعنى يعني انا هفرد هفرد. ان الواي دي بعشرة. انا بفرد. زد دي مسلا بخمسة. حلو? واه الاكس طبعا عشرة على الخمسة فيها الاتنين. حلو. روح قلت لك ايه? قلت لك الواي زادت للضعف. بمعنى الواي انت هتبقى عشرين. صح? الاكس ترضي معاها. فلازم تزيد للضعف. فالعشرة دي بقيت عشرين. فالاتنين تبقى اربعة. لازم دي تثبت. لازم دي تفضل ثبتة عشان تديك الخمسة. الاربعة قصدي. ليه يا مستر رحمد? عشان لو الخمسة دي. الزد الاكس مع الزد تناسب عكسي. فالمفروض لما جيت قلت لك المعلم ده زاد. وهو ده زاد. وده زاد. فده يقل. فهيقل ليه? للنص. فده يبقى اتنين ونص. صح كده? هتجي تحسبها. هتلاقي بكام? مش هتلاقيها باربعة. يبقى عشرين على اتنين ونص فيها التمنيه. فبوظف. ما زلش للضعف. فانت لازم يا محترم. وانت شغال تثبت واحد. بمعنى. لا. يعني لو راحتو التلك تاني. مثال تاني. اهو راحتو التلك. ده باع عشرة وخمسة واثنين. لو تلك كانتتناسب بين الاكس. والزد ده تناسب عكسي. فده باثنين صح? لو ده بقيت بواحد قلتها للنص لنص. بقيت بواحد. فدي هتزيد للضعف. فالخمسة تبقى عشرة. لازم عشان دي تبقى واحد لازم العشرة دي تفضل ثابتة. بص دي عشرة لازم تفضل ثابتة لازم تفضل فوق عشرة. فلو تقلي للنص هتبقى خمسة. فعمر الخمسة على العشرة هتديك واحد. فلازم واحد يثبت دايما. لازم واحد معك يثبت. يبقى جمعين مرة مينفعش اقول لك يا محترم اتنين ما بينهم علاقة والتالي تغير معا. يبقى لو الاكس هزاد للضعف. الواي تزاد للضعف عند ثبوت الزد. ليه لو الاكس زادت للضعف فدي باتنين هتبقى بربعة. والواي بعشرة تبقى عشرين. فاعمل ايه هنا عشان دي تبقى باربعة لازم دي تبقى مش باتنين ونص دي تبقى بخمسة. لازم اسبت ده الخمسة. ده لو تغير بناءة عن ده او ده يعني ده ما زاد للضعف. وده زاد للضعف فتقول لي ده معداء عكسي. فده زاد ضعف ده قل للنص. فباتنين ونص. لأ هلاقي الرقم بتاعي مش اربعة. هلاقي الرقم بتاعي بقى تمانية. وطبعا الكلام ده غلط. وسط انوصيش. هتلاقي الدنيا بازت. هتلاقي التمانية بتساولي اربعة فادينا بازت. ده بقى مفروض باربعة ده زاد للضعف. ده مفروض يزاد للضعف. ليه ده بقى تمانية. بيساولوا تمانية في الاخر. فالموضوع بازة. فلازم واحد فيهم يثبت. جميل. مثال كمان اهو. زي لو قلت لك الاكس مع الزد. الاكس قلت للنص. فالاتنين بقيت واحد. فالمفروض الخمسة تبقى عشرة. اهو. فلازم لازم ده يفضل عشرة زي ما هو عشي نديك الناتج واحد. منفعش تقول لك اه تما ده معدى عكسي. بس ده معدى طردي. فده لو قلل للنص ده مفروض يقل للنص فيبقى خمسة. فخمسة على عشرة بقيت بنص اصنابتش بواحد. وصلت انا قلتش. فلازم واحد يحصل له ايه? عملية ثبوت وهكذا حتى في الجامعة وليه? والطرح. فلازم اقول لك مثلا في العلاقة اللي احنا لسه كاتبينها فوق دي. التناسب بين الفي والفي بي. الفي والفي بي طردي عند ثبوت الاي ار. والتناسب بين الفي والاي ار عكسي عند ثبوت الفي بي. وصلت او لو وصلتش يا شباب وصلت ان شاء الله. ده بالنسبة محترم لمين? ده بالنسبة لاول حاجة على المعادلة ايه الرياضية. يبقى عرفنا في معادلة الرياضية اذا نعملها مسلسات. طبعا انا محترم الجزء بتاع ده ده مش هنعمل له مسلسات. ده احنا اصلا نستخدم طريقة على الالة اسمها كالك. فهنستخدمها ان شاء الله. فمش هنحتاج كفاء مسلسات دي بس بحاجة كفاء مسلسات لان بعض القوانين بتيجي. انا اصلا مش عايز اجابة انا عايز رموز. قلتني. هتلاقي تايمة طرفين فوسطين. عشان ترعف تجيب لك الرمز في الاخرين. هايقول لك مسلا مسلا يعني. هي الالة بتسوي ايه? ده سؤال اه سؤال. فالالة تسوي ايه? اعمل يا باشا المسلس بتاعها. فعلى طول تعرف مين الالة بتسوي ايه? في ان المسلس للجزء التاني كده مع معض وهي العلاقات البيانية. جميل او صلى عن نبي كو ركز معي. العلاقات البيانية محترم عندك نوعين. في نوع علاقات بيانية بنسميها العلاقات بيانية اقترضية. في علاقات بيانية بنسميها عكسية. واحنا ممكن نضيف كده كمان علاقة كده في الاخر. اللي هي السبتة. جميل اوي. فعنا نبدأ كده باول حاجة مع بعض هي العلاقات البيانية الايه? الطردية. صلى عليه شفع فيك. الطرد يا محترم زي بالضبط راح تجيبتو لك القانون ده اللي هو بتساوي الواي عالزد. فالعلاقة بين الواي طردي عند ثبوت الزد. لازم واحد يزبط زي ما اتفقنا. بل انا مثلا كده باشواندس رحت قلت لك الارسم لك علاقة بيانية قدامك بالشكل ده. اهو. قلت لك هنا كده دي الاكس. اهو. ودي الواي. الشكل بتاعك الطردي ازاي? اهو. بالشكل المنظر قدامك ده. ده كده الشكل ايه? العلاقة البيانية الطردية. عظيم قوي. فيه انواع تاني من انواع العلاقة الطردية اه. دي بنسميها طردية. منتظمة. فيه طردي غير منتظم? اه ده هنتكلم عنه كمان شوية. طيب الطرد المنتظم انا محتاجة هتعلم منه ايه? تعال اقول لك محتاجة تتعلم منه ايه? يبقى انا اروح ارسم لك علاقة طردية بالشكل ده منتظمة. اهو. ادي هنا ايه الاكس. وهنا كده ايه? الواي. ودي علاقة طردية منتظمة بالشكل ده. العلاقة اللي قدامك ديها محترم تيجي لك بحاجتين. اهما يجي لك ارقام. يقول لك مسلا انا عشرة. عشرين. تلاتين. اربعين. يقول لك انا مسلا كده واحد. يقول لك انا كاتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. انا في العلاقات البيانية انا ممكن لو جالك في سؤال انا ما بشتغلش بحاجة اسمها الميل غير لما يطلب مني الميل. اللي هو ايه? الميل بتاع العلاقة البيانية بيساوي ايه? بيساوي دايما دلتا الرأسي. اللي هو مين هنا? اللي في الرأسي عندك الاكس. هو لك دلتا اكس. على دلتا واي. بفرض لانا حضرت الرموز هنا اكس واي. بس خلي بالك. هو المحور الرأسي دايما بيكون واي. ده بنسميه المحور واي. خلي بالك. ده المحور واي. ها? ولك الاكس ده رمز. يعني احنا مثلا خلاص. احنا ممكن نعم حاجاش متلغبطش برضو معي. تعالى نشيل الاكس دي عم ونشيل واي. ونكتبها قانون عادي. نكتب مسلا قانون زي ده كده مسلا. الار بتتاوي في على اي. اهو. فالار مع البي طردي صاح كده? الار مع البي طردي خلاص. فحط هنا مسلا الار. ونحط هنا كده البي. اهو. عنده ثبوت الاي. للمجا ثبت الاي. حلو. فده التناسبة بينهم ايه? طردي. جميل اوي. التناسبة الطردي اللي قدامك ده يا محترم. انا لو عايز اجيب الميل بتاعه في حجم حاجتين. اما يجيب لك ارقام او يجيب لك سيتا. زاوية هنا كده. لو جاب لك ارقام هيقول لك دلتا الرأسي. مين الرأسي عندك هنا كده? الرأسي عندك هنا يا باش مهندس. اللي هو مين? الار. فقولك دلتا الار على دلتا مين? هنمسع دي كده. على دلتا دلتا البي. دلتا ار على دلتا ايه? على دلتا بي. حلو. ده بيساوي ايه? بيساوي بقية القانون بتاعك. اللي هو واحد على اي. الشكل ده. بقية القانون اهو. انا خدت الار والي ايه اللي بقى لك هنا واحد على اي. ده الميل. انا اصلا لو في سؤال ما باشتغلش بالميل ده نهيئا اغربح على واحدة. اللي هو طلب مني الميل. او مال هاشتغل ازاي مستر رحمد? ده ان شاء الله مع شغلنا في المنهك اعلمك طريقة كده ان اصلا العلاقة البيانية دي تكون اصلا عبارة عن ايه? عبارة عن معطيات لك في السؤال. فاحنا ان شاء الله راح محل لها اسئلة في المنهك كده اعلمك طريقة جميل قوي. ما باشتغلش اصلا بالميل غرف حالة واحدة اللي اقول لك هات الميل. ما قال ليش هات الميل? العلاقة البيانية دي انسح وراء الميل فيها اصلا. اصلا. يبقى العلاقات البيانية. احنا ان شاء الله هشغالين مع بعض. مش باشتغل بالميل في حالة واحدة. اللي هو طلب مني الميل. قال لي هات ميل للعلاقة دي اجيب هات. بالشكل ده. اقسم الرأسي على الافق. الدلتا بتاعه. يعني دلتا. يعني لما اجي اقول لك دلتا ار على دلتا. في معناه دي ار اتنين ناقص ار واحد على في اتنين ناقص في واحد. فاجي كده اخد رقمين من هنا. اخد مثلا الاربعين مع الاربعة. بالشكل ده. اقول لك هنا ايه? فوق. لننا اخدت الار اربعين. وتحت ميل في اربعة. ناقص ناقص. ار واحد خد رقم كمان. هاخد مثلا العشرين مع الاتنين. اهو. فقالك ناقص عشرين وهنا اتنين. مع بعض هتطلع لك بكام بعشرة. شكرا ده الميل بتاعك. والمل بيسوي ايه? بسوي واحد على اي. يعني واحد على اي بيتسوي عشرة. بالشكل ده. ازا اي طرفين فاساطين. الاي عندك هتسوي كام? هتسوي واحد من عشر. عظيم. دي كده مين? طيب ده اول شكل معك لو اديك ارقام. وانا قلت لك ما بطلبش ما بجيبش الميل غير ما يطلب مني الميل. بس حلو. الشكل التاني انا محترم. لو راح عامل ايه? لو راح اديك زاوية. بالشكل ده هنقول مسلا دي الار ودي البي. راح املي ادي الشكل اهو. علاقة ارضية منتظمة. وراح اديك الزاوية دي مثلا بتلاتين. في الحالة دي الميل بيسوي ايه هنا? في الحالة دي الميل بتاعك او بيسوي تان سيتا. تان سيتا. تان الزاوية دي. ولو في نفس الوقت بيسوي دلتا ار. على دلتا في. ولو بيسوي واحد على اي. ايبه لما يكون معك زاوية تان سيتا لانا تل تل تلاتين. ولو بيسوي ايه? الار على في اللي بتسوي احد على اي. بالزبط كده. مدل ما يمكنش معي ارقام اراح اجيب له تاني ليه? الزاوية. ده بالنسبة لعلاقة ترضية الايه المنتظمة والميل بتاعها. طب حلو. في علاقة يا مستر رحمة تاني ترضية. ولكن غير منتظمة. بتكون بالشكل ده. بص كده. عليها عاملة كده. طيب دي امتى يكون مبودة يا مستر رحمة? ده لما يكون فيه تربيع. لتاني لما يكون فيه عندك تربيع. ازاي يعني? يعني يعني مثلا زي القانون ده كده مسلا اقول لك ايه? اللهم صلع على سيدنا محمد السلام. اقول لك مثلا ال ال بتساوي ميو ان تربيع في الايه? على ال. فاجقول لك العلاقة بين ال والان تربيع هي علاقة ايه? طردية. ولكن ليست منتظمة. بمعنى ليست منتظمة يعنيها بالصراحة ما تصلي علش وعفيك. فانت مسلا مسلا مسلا. لو ده سابت. وده سابت. وده سابت. سابتين. ده رقم بتاعه سابت وسابت وساوي. هقولنا لازم واحد يثبت. فلو الاتنين دول اتغيروا الباقي بيثبت. هي ما خلاص. قدام القانون بتاعك فيه اكتر من تلاتة. يبقى الاتنين دول هيتغيروا مع بعض. لازم الباقي بيثبت. عادي ممكن البيع يتغير. بس لو انا باتكلم على دي هرسم علاقة بيني بالاتنين دول. عادي ممكن كل ايه? يتغير. ده يتغير ده يتغير. فبيه اكتر من المتغير. في الحالات اللي بتبقى فيها اربعة يا ممكن ده وده عادي مفيش مشكلة. بس نفعش الحالة اللي فيها تلاتة بس تلاتة اتغيروا مع بعض. لو تلاتة يتغيروا مع بعض. ده مينفعش. مستحيل. اللي فيه اكتر من تلاتة عادي ينلاقي اكتر من اتنين بيتغيروا مع بعض. فيش مشكلة خالص. ده بقى لي طرد غير منتظم. ده تناسوا ما بينهم طردي. انا عارف اهو. بسط مع البسط. بعد ليساوي. طيب مسترح. ده ليه غير منتظم هول لك ليه? قص ده ركز كده معي. الان تربيع لو زادت لبضعف. يعني انا بقول لك مسلا هنا الان تربيع. وهنا مسلا الال. فرضا مسلا. الان تربيع لو زادت له الضعف. ضعفها. خلي بقى لك. ايه اللي هيحصل الال دي? تاني. انت معلم اصل العلاقة بين الال والان هي مش ترضي بالان والال بس لأ ده مع تربيع الان. وصلت الكلام ولا مصلتش. فانت يا محترم لما اجا اقول لك انا كده. الان زادت للضعف. الان بس. بس. مش بقول لك ان تربيع زادت للضعف. في طول الال بتساوي ايه? الال التناسب ما بينها وبين الان تربيع مش الان بس. فلما اجا اقول لك الان زادت للضعف. يعني الان لو بعشرة. روحت تلك الان زادت للضعف هي عبقى بعشرين. فاجأة عامل ايه? هروح اربع. وصلت. يعني ايه هربع? يعني المعلم ده لو الان فرضا هنا باتنين. فاروح اربحها هتبقى الاتنين تربيع باربعة. فالالل تزيد اربع عمسالها. وصلت. يبقى تاني. يعني مسلا تعالي انا اعمل لك يا جدول عشان برضك الموضوع يبقى واضح قوي. اهو. بص كده. هنا مسلا الان وهنا الال. التناسب في القانون بتاعك بين الال والان تربيع. فانا راح تبقى لك الان باتنين. الالة هتبقى كتناسب زادت للضعفة مسلا. فعين? فهنفرض مسلا دي لما كانت باتنين دي كانت مثلا باربعة. تربحها باربعة. طب دي زادت للضعف. يعني الالتنين دي بقت اربعة. دي زادت للضعف. الان بس زادت للضعف. هل ديãyي لقدى تائمية? لا. لو يا محترم. لان انا اقول لك دي بقت باربعة صح? اا. فا اقول لك اللي اربعة تربيع بستاشر. فدي بقت بستاشر. بص غير متازمة ازاي? يبقى الان لما زادت للضعف. الالاتنين بقت اربعة ان الاربعة بقت 16 ما زادتش للضعف يعني مش الاربعة واربعة بقت 8 لأ دي تربعت خدت بالك فدي ترضي غير منتظم هم بيزدوا مع بعض بس بشكل غير منتظم وصلت فمثلا دي زادت للضعف فبقت الاربعة بقت 8 فاهم هتروح تربع علي التمانية وصلت ولمستش وهكذا فالتمانية بقت 16 زادت لضعف كمان مرة فهتروح تربعي 16 وهكذا فدي بنسميها ترضية غير منتظمة يبقى انت الحاجة اللي فيها عندك تربية دي بنسميها ترضي غير منتظم جميل او يا محترم او حاجة تانية يكون فيها جزر جزر ازاي مثلا ازاي كده دي عندك مثلا علاقة كده بص دي فيها جزر اه هقولك مثلا الايه الايه مثلا بتساوي اه جزر الار ام مثلا اهو فانا هفرد ارقا انا هسبت الامة ماشي فهفرد ان ده مسلا الار دي زادت اربع عمثلة فبقت باربعة يعني بدل من هي ار بقت باربعة ار حلو فالشكل ده العلاقة البيانية ده زادت اربع عمثلة والار زادت اربع عمثلة الايه يحصل لها ايه انا اقولك دي اربع عمثلة فلازم اخد اقولك الاربعة دي تحت الجزر ايه عشان الار عليها جزر طبعا عند ثبوت الامة عشان دي ثلاث متغيرات بس فلان ما يقولك الار زادت اربع عمثلها ده هيحصل لها ايه ده ده ضرد هل هزادت اربع عمثلها لا ديفقوها جزر فيبق جزر الاربعة باثنين خدت لبلك يعني الار لما يتزاد اربع عمثلها الايه يحصل لها ايه هتزادت ضاعدة بس ليه عشان هنا في جزر فده وباριد بيكون طرد غير منتظم فده لما يزاد اربع امثله يعني انطوك ده هنا كان مثلا بواحد فزادت اربع عمثلها او مثلا دي كانت za2 فهضرابها في اربعة اربعة امسالها فهم بقيت راكم هنا تيجي بص دي بص تلاقي راكم قليل مش نفس الزيادة التعدي يعني وصلت الفكرة او مصلتش يبا انت لو عندك تربيع قلتلك اللي جوه التربيع الدعف خد تربيع الضعف طب لو تحت جزر زي كده خد جزر الضعف طب لو اربعة امسالها خد جزر اللي اربعة امسالة قلتلك زيادت 16 مرة خد جزر 16 مرة فبقيت اربعة فدي زيد اربعة يعطيك لو الارض يزادت 16 مرة خد جزر بتاعها Smash 16 مرة بس ايضة اربعة مرة بس يعني الارض يزادت 16 مرة بس ايه المنتظمة بتكون طردية دي انا بشار 64 مرة بس بس Hierольшالك عليها بس يقولك ايه ازا زادت ايه مس اربعة امسالها فدي حصل ايي اطول الضعفة بس. بيكون فيها رسومات بيانية ممكن يجي لك رسوم بيانية في ليه اختار بس. في اختياري فقط لغير. بس. بس. كشغل جيب ميل وكده لأ معلكش ميل بتاعها. اللي هو الغير ايه? الغير منتظم. وده كده بالنسبة للتناسبة ايه? الطردية. حلو. نيجي التالي نوع عندنا من التناسبات هو التناسبة ايه? اللي قلنا عليه هو التناسبات العكسية. العكسية زي في المثال ده كده عندنا. بتاع ناخد المثال ده بخلاص. اللي احنا اشتغلنا عليه. اللي هو الار بتساوي الفي على اي. طبعا عنده ثبوت الفي. هياخد العلاقة بقى ان الار والاي عنده ثبوت الفي. ماشي? فالتناسب ما بين الاتنين دول تناسب عكسي. الار والاي. تناسب عكسي عند ثبوت الفي. بالشكل ده كده. وعكس ده منتظم. طبعا امتى يكون غير منتظم? اه طبعا لو فيه متغير تاني. ازا فيه جزر او فيه ايه? تربيع. خلاص فاهمنا النعمة. طبعا تناسب عكسي نفس الفكرة. لو انت عايز تجيب الميل بتاعك السلوب بتاعك. بيساوي دلتا الرأسي على دلتا الافقي. دلتا ار على دلتا اي. فوش اي مشكلة خالص. ودي معناها ار اتنين ناقص ار واحد على اي اتنين ناقص اي واحد. تمام يا شباب? اه اخد الاركام ازاي? اهو مسلا انت عندك عشرة عشرين تلاتين عشرة عشرين تلاتين. وانا عندك واحد اتنين تلاتة. في الاركام بتاع الجوز هتبقى عاملة ازاي? هتلاقي التلاتين مثلا مع الواحد. فهتبقى عندك فوق تلاتين وهنا واحد. وعندك هتاخد مسلا العشرة. هتلاقي العشرة مع التلاتين. ناقص ناقص هنا هتبقى ناقص العشرة وهنا هتبقى التلاتة. طبعا الرجم هيطلع لك بالسالب هيتطلع لك مثلا مسالب كم? بسالب عشرة. عشرين ناس عسب عشرين ابقى سالب ايه؟ سالب عشرة. اللي السالب ده عشان تفهم ان التناسب ده تناسب ايه? عكسي. لازم تطعه طبعا باشرة ايه? سالبة. ده كده محتورا بالنسبة للعلاقات ال ايه? البيانية. جميل اوي. بل العلاقات البيانية قلنا عندنا فيه علاقات طردية. وفيه علاقات عكس ايه الطردي في منتظم وغير منتظم. الطردي منتظم اللي هو الشكل عادي جدا. لو في غير لو غير منتظم يكون في تربية وفي ايه. في جازل وفي شوية حاجات انا نتكلم معها مع داية الايه المالحك ان شاء الله حاجات كده ايه. بس فيها تفاصيل صغرنونة جدا كده فمش يهنفع نتكلم عليها هنا. لازم نكون نشرح الدرس عشان تفهم ليه التغيير ده. يعني ليه ما يكونش في تربية وجازل يكون غير منتظم. فده لازم نكون ايه وحبنشرح الدرس إن شاء الله في حاجات هنقابلها واحدة واحدة يعني سواءً دي حاجات أساسية لازم تكون داخل فاهمها فاهم يعني إياه علشان أول حصة كده معك تلاقي في تاردي وفي عكسي وفي الشغل ده أصلا والميل والتنسيتة واللعبة دي كلها فلازم تكون أنت متأسس فيها صح الحاجة دي أصلا شغل عندك من أول سنوى وتانية سنوى وهكذا والتناسبات العكسية اللي عندنا فيه عكسية منتظمة وغير منتظمة المنتظمة اللي هو الشكل اللي عندنا كده الغير منتظم يا محترم لو فيه تربيع أو إيه أو جازي وبرضك فيه شوية تركات تاني يعني كلام ما إحنا شغالين في المنهج إن شاء الله مفيش داع اللي حنتكلم عنها دلوقتي ونوجه عند دماغنا وإحنا أصلا ناخدها ممكن في إيه آخر مثلا باب عندنا في المنهج في الباب مثلا السادس أو مثلا نتكلم في باب الرابع وكذا اللي بعده يا محترم التحولات ودي من أهم الحاجات اللي عندي في المنهج مفيش سؤال في ثالث سنوي لا يخلق من التحولات أي سؤال في التحولات أكيد أكيد لازم يكون في تحولات ولكن عشان نفهم التحولات لتركز معي في الكامل وتدول انت يا محترم التحولات بيكون عبارة عن ايه؟ انا بحاول من السنتيمتر المتر وهكذا صح؟ السنتي والكيلو والملي والمايكرو والنانو والإنكسترون الحاجات دي اسمها ايه؟ دي اسمها باديقات الباديقات الباديقات دول مستر رحمة بيقسمهم لعلتين عائلة بسمها عائلة الكبار وعائلة تاني بسمها عائلة الصغار الصغنانين يعني نبدأ 빠ول عيلي عندنا هي عائلة الكبار من عائلة الكبار اللي عندك يا مستر رحمة عائلة الكبار عندي بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة عندي الكيلو ولازم تحفظ لاركام اللي واو لك عليها دي دي عبارة عن عاشرة قصة تلاتة طب من تاني عند غير الكيلو عندي الميجا والميجا محترم عبارة عن عاشرة قصة ستة انا عايزك هديك طريقة دلوقتي سحرية كده تحول بها بسهولة جدا وتحول بها بسرعة جدا ولكن لازم تحفظ دي شوية الحاجات اللي بقول لك عليهم دول إبقى كيلو كام احفظ كيلو يعني عشر قص تلاتة الميجا كام عشر قص ستة طب عندنا مين تاني المحترم عندي الجيجا الجيجا عبارة عن كام على طول عشر قص تسعة عندك مين تاني آخر حاجة عندك التيرا ودي عبارة عن عشر قص تناشر ولو جالك في مثال الطن اعرف ان الطن تابع الميجا اللي هو الطن يعني الطن تابع ليه الميجا دي تابع عائلة القبار حلو نيجي لعائلة مين بقى الصغرنين الصغار اللي عندنا مين في العائلة ديت اول حاجة عندنا عند السنتي وده رقم مكمل لحفظ يا مستر رحمد عشرة قص سالب اتنين طب مين تاني يا مستر رحمد عندي الميلي ودي عبارة عن كام ده عبارة عن عشرة قص سالب تلاتة عندك مين تاني يا مستر رحمد عندك المايكرو وده عبارة عن كام ده عبارة عن عشرة قص سالب ستة عندك مين تاني يا مستر رحمد عند النانو وده عبارة عن كام عبارة عن عشرة قص سالب تسعة في حاج تاني يا مستر رحمد اه معلش ركز كده معايا فيش وايه كمان حلوين مين تاني عندك آآ الله مصير لعسئ وده عبارة عن كام آآ طب ممكن قبل ما شاني نخدم كيرب ترتيب عندي والانجسترو ده عبارة عن كام عبارة عن عشرة قص سالب عشرة ماشي مع كده عندي البيكو وده عبارة عن كام البيكو ده البيكو ده عبارة عن عشرة قص سالب اتناشر اخر حاجة عندي خالص الفيمته والفيمته عبارة عن كم? عبارة عن عشرة قصة سلب خمستاشر جميل قوي. دول شوихة اللي بدأت تحفظهم. 커 يبقى عندك عالة الكبار كيلو عشرة السلاتة عندك ميجا عشرة السلاتة. ايدي هو نفس الطن. عندك مينثاني في جيجة عشرة عشرة ستاعة. عندك مينتير عشرة ستونشد. دول الكبار اللي بيكبر القيمة. عندنا ملي بيصغر القيمة حالة الصغار مين? صنتي وعشرا سلب اتنين. آآ ملي عشرة سلب تلاتة. عندك مايكرو عشرة سلب ستة. عندك نان وعشرة سلب تسعة. عندك انجسترو معه سلب عشرة. بديك سلب اتناشر. آآ في متو سلب خمستاشر. طب احول ازاي بقى مصر رحمة جميل قبل. تعالى بقى اقول لك تحول ازاي بطل. ودي من اهم الحاجات اللي عندك في منهج السنوية. لا فيش سؤال خالص يخلو من التحولات من انت في اولى لحد تلتا سنوية. ايه بقى محترم من طريقة دي هي تحويلة الدحيحة. ايه بقى تحولت الدحيحة دي? بكل بساطة. تحولت الدحيحة محترم هتعمل بقول لك عليه ده. هتعمل ايه? هتقول لي الرقم اللي هو الدهولك. فيه اللي منه على اللي عايزه. ايه يا مصرر احمد السحر اللي سود ده? اعمل سحر السود ولا حاجة? خد مثال عشان تفهم. انا بقول لك حول ل 12 سنتيمتر الى النانو متر. انا اياسف. النانو متر اني يعمل? الى النانو متر. بالشكل ده. هتحول ازاي محترم السنتيمتر النانو متر? بكل بساطة. انا قدامي دي تحويلة صح? اول حاجة رحوان بسط ومقام. اهو. حلو. اول حاجة انت طول سنتيمتر نانو متر. اشيل المتر مع المتر. عاوزي ايبقى لي سنطي نانو. السنتي بكام? السنتي ب 10 سالب اتنين. النانو بكام بعشرة سالب تسعة. دي الارقام اللي انا هفز دهها صح? اه. مصر رحمد قاللك ايه? قالك اكتب الرقم. الرقم 12 اهو. في اللي منه? مين اللي منه? اللي جنبه? عشرة سالب اتنين اهو. عشرة سالب اتنين. على اللي عايزه انا عايزه يكون بالنانو اللي هو كام عشرة سلب تسعة عشرة سلب تسعة. عالالة يا محترم هيطلع لك كل ده بكام? هيطلع لك يا باش مهندس. كل ده بيساوي اتناشر في عشرة قص سبعة. نانو متر. بس. والنبي يا مسترحمك كمان مثال. من عناية. صلي على النبي. اهو. هناخد كمان كزا مثال يا عام. بقول لك حول لي يا محترم. خمسة ثلاثين. نانو متر الى آآ ملي متر. هعمل ايه اطير المتر مع المتر? نانو عشرة سالب تسعة. المتر الملي عشرة سالب تلاتة. بس يا رحمة التحويلة بتاعتك الرقم. الرقم بكم بخمسة وثلاثين. فيه اللي منه. منه كام ده النانو اللي جنبه عشرة سالب تسعة? على اللي عايزه وانا عايزه كام بالملي عشرة سالب تلاتة? هيتلع لك بكم كل ده يطلع لك بخمسة وثلاثين في عشرة قص سالب ستة في الاخر. بس ملي متر. والنبي يا مسر رحمة كمان واحدة من عناية عندك اوق مية خمسة وعشرين. ايه يا محترم? جيجا متر. ايه ده جيجا تيجي متر اه عادي مشكلة البديقة تيجي جنب اي حاجة جيجا متر جيجا ثانية جيجا اي نيلة عادي جيجا امبير فولت مشكلة خالص. عادي. دي اسمها بديقة تيجي جنب اي حاجة. تقول لي بصراحة ان عمر ما اسمعت جيجا ثانية دي ولا شاب. اسمع ملي ثانية ملي متر. فيش مشكلة ده انت بتسمعها عشان ده الاكثر استخداما. ولكن البديقة تيجي جنب اي حاجة. انت بتسمع كيلو جرام وكيلو متر. حد لك حاجة. تسمع ملي متر وملي ثانية. طب ايه المشكلة? سنتي متر سنتي ثانية. عادي اه والله. سنتي متر سنتي ثانية سنتي جرام. فيش مشكلة دي بادئات تيجي جنب اي حاجة ولكن انت اللي انت حاسس انه صح ده اللي انت بتسمعه كتير ولكن البادئات يعني انت عمرك ما تسمعه سنتي جرام ما عايش باستخدامها سنتي جرام او ملي جرام او جرام بس فهم الفكرة ما عايش باستخدامها كتير عشان كيف تحاس انها غريبة بس هو عادي انا عايز احاول الجيجا متر للمتر يا عم هطير المتر مع المتر هل بقى لك هتقول لي يا مصر رحم دي ملي يا عم عيب لازم الملي يكون جنبها حاجة ملي متر ملي ثانية ملي جرام اما دي الوحدها كده متر معروفة البادئة لازم يكون حد جنبها ماشي معادة الانجسترون بس انا عاول بقى اهو آدي اول حاجة الرقم الرقم كان مية خمسة وعشرين فيه اللي منه اللي منه كان ده الجيجا الجيجا عشر قصة تسعة يباتي فيه عشر اص تسعة على اللي عايزه ايه ده عايزة ايه ده مفيش حد هنا خالص مابته طار يبكتب واحد بس ما فيش حد لبكتب واحد يباتي بقى ده كان مية خمسة وعشرين بعشرة قصة تسعة شكرا بس كده كمان مثال يا عم معناية لك انت تؤمن مثال جميل كده مع بعض تاني انا بقولك مثلا حولي 12 متر الى المايكرو متر حولها ازاي دي؟ هقولك انا بتحولها ازاي خد الرقم 12 فيه اللي منه طبعا المتر هتروح مع المتر اللي منه مهيش حد يجمعه خلاص حط واحد مايكرو 10 سلب 6 يبقى انا هكتب هنا كام 10 سلب 6 اللي عايزه 10 سلب 6 على الآلة طبعا على الآلة ما تفكرت في بماغك اي طلع معك ب12 في 10 قص موجة ب6 ده باجابتك بايه بالمايكرو متر بس كم ده بالنسبة هندسة لايه بالنسبة لتحولات جميل اوي طب انا خلاص كده جزء اول في التحولات ايه ده هوا في جزء ايه كمان اه طبعا في جزء ايه بقى جزء كمان ده صلى على ليش فع فيك عندك بقى تحولات المساحات وتحولات الحجوم تعال انا اتكلم اول حاجة على المساحات اوه تحولات المساحات طلع على النبي كده اللي انت عندك في الماغك بس السنتيمتر مربع رايح راجع هو وبينه المتر المربع بس ده اللي عندك شكرا من سنتيمتر مربع للمتر المربع بضرب في عشرة قص سالب اربعة والعكس في عشرة قص اربعة ده كفاء عليك طيب اه مستراحة ما عليش كده لو غتيت عليها وجبتها هالي ملي متر من ملي متر مربعة للمتر المربع يا عم انا عناية لك انت تؤمر بس من المتر المربع من ملي متر المربع للمتر المربع بضرب في عشرة قص سالب ستة والعكس في عشرة قص ستة بس بشتو بشتو يبقى ملي متر المربع للمتر المربع عشرة سالب ستة العكس نجي باللحجوم. تحولات الحجوم. بص يا محترم. تحولات الحجوم جميلة جدا. انت عنك انا نبص عليا مع بعض. انت عندك في الحجوم سنتيمتر مكعب واللتر والمتر المكعب. وعندك هنا واحس صغنون خالص بيساوي ايه السنتيمتر المكعب? مين ده الملي لتر. يعني الملي لتر هو هو بالز expectancychechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechecheche بضرف عشرة قص ثلاثة حلو وعندي من السنتيمتر المكعب للمتر المكعب على طول بضرف في عشرة قص سالب ستة ماشي عشرة بستة ومن المتر المكعب للسنتيمتر مكعب او ملي لتر بضرف في عشرة قص مجا بستة بس يا محترم ده كده مين ده كده عمينا عشقته او خلي بالك خلي عارف انك عندك المتر مكعب اكبر واحد والليتر أكبر منه أصغر واحد من اللتر و سنتمتر مكعب هذا عم نشأة ببدانه الحلوة هذا عم نشأة جميلة وحواكب هذا عم يمين هذا عم نشأة عم نشأة لتحولات الحجوم هذا شعر عم نشأة لسه حالي بس شعر وكبر شوية هذا محترم بالنسبة لتحولات الحجوم تعال بقى جزء الآلة الحسبة وجزء الآلة الحسبة محترم هذا أنا سيبه مع بعض لما نحل أول محاضرة مع بعض إن شاء الله في المنهج عشان أعلمك إزاي تستخدم الآلة فأنا جزء ده هشيله عشان نتطبق على طول في حل أسئلة تمام؟ بس خليباك ده من الحاجات الأساسية بس الجزء ده تستخدمه من الآلة الحسبة ده مع أول محاضرة إن شاء الله في حل الأسئلة بتاعت الواجب المحاضرة الأولى وكده أسازة بحنا وصلنا بفضل الله تعالى لنهاية المحاضرة التأسيسية قبل بداية منهج الفزي لازم يا محترم تراجع عليها كده بسرعة وتتفرج عليها كده بتركيز وتماعهم قبل ما تخش في المنهج بداية وكده أسازة بحنا وصلنا نهاية المحاضرة كان معاكم بسرعة عاطف أشوفكم إن شاء الله في المحاضرة الأولى في المنهج على خير فأمان الله السلام عليكم